ضغوط الحياة أصبحت صعبة جداً بتؤدي في النهاية إما للمحاكم أو إما إنه مؤسستنا الدينية الموقرة والمحترمة بتحاول قدر مستطاع أنها تلم الشمل طيب هو ليه إحنا ما عندناش الثقافة بتاعت بره يبقى فيه الاستشاري النفسي اللي يعد مع الزوج ويعد مع الزوجة ويعملوا جلسات مع بعض ويتكلموا أنا عارفة إنه موجود بس مش منتشر عندنا في مصر قوي يعد يتكلم معاهم يفهم يعني حد الحرك مثل كده مسلسل يعني من المسلسلات اللي بعشقها الصراحة يعني هو تركي أي نعم بس بحبه مسلسل فاطمة المسلسل ده كان جماله هي طبعا كان فتاة عرضت للاختصاب وعاشت تجربة مريرة جداً وبعدين ففي نص أحداث المسلسل هي وزوجها بيروحوا لطبيبة نفسية بتكلموا معاها ده ساهم بشكل كبير جداً في تحول يعني المرار اللي هي عشيته إنها تصبح واحدة واحدة إنسانة طبيعية فكرة الحديث مع الطبيب المختص النفسي والزوج والزوجة اللي يتكلموا ويشاركوا حد معاهم أو جعهم ومشاكلهم دي ثقافة موجودة في الخارج ليه لسه مش موجودة عندنا في مصر يا فندي؟ لو سيادتك اللي جاءت الوراء شوية هاتيلي اللي كانت موجودة للأسف احنا في حاجات كتيرها كانت موجودة عندنا احنا كانت مصر دي لغاية أوائل السبعينات كانت نكون ابنول عليها دولة شرقية بروح أوروبية حاجات دي بتانت تنعدم مع أوائل التمارينات والتسعينات تلاشت تماماً في الألفنات كان فيه مكتب الاجتماعي الموجود في كل مدينة المكتب الاجتماعي ده فيه أقصائي اجتماعي مسؤوله عند المشاكل الأسرية وبيروحوا له وبيعودوا معاه كان موجود وعلى اللي عندنا كل حاجة كويسة كان موجودة في محكمة الاسر بس مش مفاعلة ده في المشاكل فيه أخصائيا نفسي وأخصائي اجتماعي ده خصة تانية لكن كان فيه قبل ما يروح للمحكمة خالص فيه شيء اجتماعي معدناش الثقافة. معدناش الثقافة. معدناش الثقافة. معدناش الثقافة. كانت موجودة. ما قصة شاب يقولوا ده كترة بياخد ففوز كتير. يا بنت مش ده كترة. دول مش هطباء. دول اقصين اجتماعيين. وكانوا موجودين طبع الحكومة. يعني مش هدفعها حاجة. لكن للأسف احنا فيها حاجات كتير اهمناها في السبعينات في التامينات والتسعينات. احنا الثقافة ضمرت بعد خمسة وسبعين. عشان نتفق بس ونبقى صرحة مع نفسنا. يعني الاستاذة قالت ايه? قالت اصف ظروف الاقتصادية. احنا في بعد الناكسة في سبع وستين كان ظروفنا الاقتصادية اسوأ من ده ايه خمسين مرة. ما كانش عندنا المشاكل دي. ليه كان يشعب عن الثقافة. كان لسه عندنا قيم وكان عندنا الجدعانة والشهامة وكان عندنا كل حاجة. احنا المعرضة لما بيجي لي ولد او بنت بتشتكي من زوجها. والله لسه قولت مبارح. يعني يوم من الثلاثة او الارضاء. بنت تشتكي من قبل عند في الايات عندها اكتئاب ومن شايفين. فبقولها طب روح الحد كبير في عيلته. ما فيش. طب حد في المنطقة ما فيش. كنا زم بنقول ايه ده الحارة والحارة ليها كبير والمنطقة بتاعته ليها كبير. النهاردة القيم كلها انعدمت. الثقافة انهارت. الثقافة دي المعون الرئيسي لنا كلنا كشعب وكدولة. للأسف الشديد الدولة متخيلة ان الثقافة دي نوع من الرفاهية. لما بنتكلم ونقول ارفعوا الثقافة نبس ايديكم وارفعوا الثقافة يا حكومة. دولة الدرافعي انا مش هتصرف على الثقافة. لا. الثقافة دي لها تحميك. الثقافة دي قوة اساسية من قوة الدولة. لما نقول القوة الاستراتيجية لأي دولة قوة اقتصادية قوة عسكرية. قوة بقى ايه الثقافة. وفيها قوة النعمة بقى. والقوة النعمة. الفنون والثقافة وكل حاجة. النهاردة انت سابت كنت لك فترة من ساعة بتتكلمي مع الزميل الصحف اللي بيتكلم على ايه. على الاخوان. والنهاردة طب الحرب مش هيجيلك دروعة حد حد حربت بس فينا ولا مدفع. صحيح. النهاردة حرب الجيل الخامس هيخليك انت تضماني نفسك. صحيح. هي صورة الطلاق. وشككنا في مؤسسات ما حتى مؤسسات الدينية. المؤسسات الدينية. النهاردة لما نبيز. يخلينا نهاردة يعني ننتقد وننظر الى مؤسسة الازهر الشريف ودار الافتة حتى والكنيسة المصرية. نظرة شك وريبة وتشكيك طول الوقت. معدها بقى. بتتعبئة. بيشتغل عليك بقى الجيل الخامس من الحروب. ان انت اللي هتضرب نفسك بالرصاص. انت النهار بتعملي جيش. بتحمي حدودك. بس هتبقى الضربة من جوة البلد مش من بره. وده اللي عمالة فاهمه. هم مش عايزين يفهموها. ما عرفش ليه. ان الضربة هتيجي من جوة مصر. شكرا ما بقول لكم. النهاردة اللي جاي هيكون اسوأ. لسبب بسيط. ان احنا بتدينا نتفرق. واحنا مش ياخدين بنا. هي يعني ايه ثقافة. فيه ثقافة دينية. ثقافة اجتمعية. ثقافة اسئرية. اترها تتضمروا. النهاردة الثقافة الدينية. يعني انت ساعتك احنا بقول الاظهر الشريف والكنيسة الارثوزوكسية. النهاردة زي مساعتك بقول لي بيشكوكوا فيهم. فبينا ناخد الدين شكل. احنا النهاردة بنضرب ده. انه بنضرب الجلبية البيضة. صحيح. وانا بعمل كل المساوي اللي عايز اعملها. صحيح. النهاردة نزمة الالحقاد وصلت في مصر الكام. احنا نازم مواجهة نفسنا. احنا عندنا مشكلة. مشكلة الثقافة دي مشكلة كبيرة جدا. مشكلة بشعة. فالنهاردة الشكل الديني ظاهري فقط. الزواجية. الشكل الاجتماعي داخل القصر. النهاردة الاب اللي بيت لابنه ولا البنت اللي بيت لابوها. ولا الولد اللي بيختصب امه. وده كنا نسمع عنه قبل كده. استحالة. عشان ما كانش فيه. النهاردة العلاقات. عشان ما كانش فيه كمية التلفزون والمسلسلات. لا مخدرات طبعا نعملها جنتاج. يعني احنا ما كناش في الخمسينات والستانات بنشوف افلام فيها جرائم. لكن هل كان عندنا العنف والوحشية دي. استحالة. لا بس النهاردة احنا كنا نسمع. اصبحت مخيفة يا استاذة سالي. معايك بس زمان كان كان الاب بيقعدنا كده قدام مثلا حديث اه اه الشعراوي. تمام. النهاردة ما بنلمش. النهاردة انت تخشي. جاية عبانة من الشغل تفتحي مسلسل تركي. ولا تفتحي شوية اغاني. او قاعدة على الفيسبوك. ما بقناش نسمع الفتاوي اللي جاية من الازر. ما بقاش نهتم. كله النهاردة بتفرغ علي. يا الشيخ مبروك فيما يخص الحاجات اللي عجبية. او عن التو.